بيان قبيلة الدلول المجاهدة ببني وليد بشأن التدخل التركي السافر في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم في الوقت الذي نتابع فيه مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة المحلية والدولية وما لاحظناه من استخدام لأساليب مشبوهة من أطراف لها مآرب وأهداف تخدم مصالحها الحزبية الخاصة غير مهتمين بخطورة الوسائل والخطط والطرق التي يتم استخدامها والتي تهدف للحصول على الدعم بسياسة يغطيها التحالف العرقي الوصولي متنازلين بذلك عن مقدرات ليبيا ومفرطين في سيادتها في إعادة لمشهد تاريخي نفده أجدادهم قبل قرون من الزمن طمعا في النفوذ والاحتلال وبسط السيطرة على وطننا العربي الغالي في أكبر حملتين شنهم الاحتلال العثماني على ليبيا والذي تصدى له أجداد نامئات السنين رافضين الانصياع والدل ودفع اليتوات والذي يسعى اليوم بعض المنبطهين لممارستها بطرق مختلفة مستغلين سيطرتهم على مصادر الدولة ووضع يديهم عليها ولذلك نحن قبيلة الدلول ببني وليد نستنكر بأشد العبارات الاتفاق بين حكومة الميليشيات والحكم العثماني وإن هذا الاتفاق المشهوم يمهد لاحتلال الوطن وأهدار مترواته لصالح حزب الإخوان المسلمين المصنف رهابيا عربيا ودوليا الذي لبعد لديه ملجى في وطننا العربي الكبير عليه ندعو ابناء الوطن إلى رص الصفوف ومواجهة هذه المؤامرة القادرة على بلادنا ونؤكد فيها أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وندعو الشرفاء في بني وليد وليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لرفض ودحر ومواجهة النفوذ التركي ونؤكد على مواصلة تأييدنا وموقفنا التابت الداعم لعمليات الجيش الليبي لطرد الميليشيات الجاتمة على مدينة طرابلس وذلك منذ إعلان عن أطلاق عملية طوفان الكرامة وانحيازنا إلى جانب قواتنا المسلحة لتحرير كامل التراب الليبي وميليشيات المال العام منذ أبريل 2019 انتنصر الله ينصركم ويتبت أقدامكم صدر أفيد بن وليد بتاريخ 19-12-2019 حسناً حسناً حسناً